يا صباح الخير عليكم من جديد بقلنا فترة كده الحمد لله منتخبات مصر في السلاح بتحقق نجاحات كبيرة واستثنائية في البطولات العالمية والدولية اللي بتشارك فيها ده كان سواء بقى بنتكلم عن منتخب الكبار او بنتكلم عن منتخب الشباب خصوصا بقى منتخب الشباب اللي حقق بطولة العالم خلال شهر ديسمبر اللي فات وفاز كمان في احدى جولات كاس العالم لسيف المبارزة اللي استضافتها مدينة تشقند في اوزباكستان وفي يناير فاز المنتخب بجولة جديدة لكاس العالم في البحر من تلاتيان بقى فاز المنتخب بجولة تلتة في كاس العالم لنفس اللعبة في مدينة بيلجراد بصربيا وبعد الفوز المستمر في البطولات اللي جات وراء بعضها قدر المنتخب انه يتصدر التصنيف العالمي ويصبح بجدارة هو المنتخب الاقوى والافضل في العالم كله خلينا نقرب اكتر ونتعرف اكتر على الانجازات الاستثنائية اللي حققها منتخبنا الوطني للشباب في لعبة سلاح السيف معينا في الستوديو الكابتن شريف البكري المدير الفني لمنتخب مصر لسلاح السيف صباح الخير عليك اهلا وسهلا كابتن وزياد نوفا الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للسلاح الاخيرة صباح الفل عليك كابتن زياد اهلا وسهلا نور زياد طيب احنا عايزين بس ايه سريعا كده كابتن واحنا كده عايزين بنذكر للفقرة وبنجهز حنقول ايه لقينا الناس بتتكلم عن اكتر من حاجة بنتكلم عن البطولات الاخيرة اللي اشتركنا فيها وبنتكلم عن اشكال مختلفة من اللعبة انا عايزة اعرف اللعبة بتبقى باسم واحد بشكل واحد ولا بتنقسم لاكتر من سلاح ومبرزة السيف مختلفة عن باقي انواع السلاح يعني احكينا اكتر كده عشان احنا مش بتبعين اول هو السلاح تحديدا او المبرزة بشكل عام بتنقسم الى تلات انواع من الالعاب سلاح السيف وهو دي اللعبة اللي بيلعبها البطل زياد وفيه سلاح السيف المبرزة وفيه سلاح الشيش الفرق ما بين التلات العاب باختصار كده هو شكل السيف اللي اللعب يلعب به وبالتالي مكان الاصابة او مكان الطارجة اللي هو بيجيبه في اللعيب المنافس فلو جينا مثلا في سلاح السيف شكل السيف شوية بيبقى قريب شوية للسيف العربي اللي هو السيف بتاع الحروب بتاع زمان والحاجات دي كلها طب مكان الاصابة فين كل حاجة فوق الوسط يعني السدر منطقة السدر والضهر والدراعات والماسك او الدماغية كويس ده بالنسبة للسلاح الشيش بيبقى شكل السيف شوية يعني وزنه بيبقى خف شوية واللمسة لازم تيجي بالجزء بتاع الجزء المدبب بس في السيف وده طبعا برضو ما بيقصرش على اللعيبة في اي حاجة ما بيعورش اي حاجة وهو المكان الاصابة بيبقى السدر والضهر بس فيه بعد كده بقى سلح سيف المبارزة هو تقريبا وزنه بيبقى اعلى شوية بيحاولي 750 جرام او 700 جرام وبرضو بيشتغل برضو بنفس التكنيك بالبوينتا وعلى كل الجسم ده باختصار الفرق ما بين 3 أهل طيب نروح بقى لكابتن زياد ده بطل عالمي فأكيد عشان توصل لانك تكون بطل عالمي أكيد في مشوار بدأت ازاي اللعبة وانا بدأت اللعبة عندي 5 سنين وانت باخر شصاء وكابتن شريفه من أول الناس يعني الحببني في السلاح يعني انا اصلاك توالعب في الأول سلاح شيش من 5 سنين شايف نهو تهجوه غريب شوية من 5 سنين فال في سن 5 سنين قولك علعب كراتي سباحة الحاجات اللي هي الناس كلها بتلعبها لكن ايه اللي خلاك تروح لسلاح شيش او لسلاح السيف انا كنت لعبت الرياضة كثير قوي يعني هنبول وكورة وسباحة وحاجات كثير جدا يعني فقاليت اللي أنا قاليت اللي رسالة حاجة مختلفة شوية يعني وعجبتني بصراحة للفكرة فكنت بروح في الأول كده اروح على المشي يعني اتفرج اه قد سنينة 5 سنين اعملش حاجة فبس هذه كده عجبتني اللعبة وكملت بقى فيها وبقت أول او كان لقت بقى بجد من أول انجاز حياته كان 2018 كان تحت 14 سنة طبعه متوسط لقت بقى انا بجد يعني اركز يعني في السياح 2018 كان تحت 14 سنة انت عمرك كم دلوقتي يا زياد؟ نا 17 17 سنة يعني نقدر نقول 12 سنة بتلعب اه تقريبا شيش وفكرة انك الحصول على بطولة عالم في الوقت القليل ده ده وقت قليل على فكرة يعني مش وقت كتير مش حاجة بالسهل كده جات بسرعة التعامل بقى مع الرياضة خصوصا انها مش رياضة مشهورة قوي ومش رياضة كامل يعني مش بتتلعب في كل النوادي ومش بتتلعب في كل مراكز الشباب ده بيأثر على شكل المنافسات اللي انتو بتنفسوها يعني انتو عارفين بعض عددكم قليل بتلعبوا الرياضة ولا القاعدة بتاعة الممارسين للرياضة بتزيد فده بيساعدكم انكم تنفسوا اكتر وتتضربوا اكتر والفكرة حنا يعني يعني انا في مصر يعني عددنا كلنا عارفين بعض يعني يعني بتبقى الخبرة اكتر بتاخد نبدأ نلاعب الناس بره يعني يعني بقى في مدارس مختلفة يعني مثلا الكوريين بيبقوا بالعبوا بطريقة مختلفة الموجارين بيبقوا بالعبوا بطريقة مختلفة فكل دول انا نسفر بره بناخد خبرة منهم يعني فده بيساعدنا هنا بشكل عموي حتى الماكوبار مثلا حتى التبرينة بيروحوا يلعبوا مع الكوبار يعني يلعبوا مع الناس وان بياخدوا خبرة نجينا حلعبهم في التبرين فاحنا يعني بنقسم منهم الخبرة دي يعني عظيم كابتن شريف ايلي بماز زياد والله هو عنده موهبة الحمد لله كبيرة بيقدر ان هو يستغل برضو امكانياته وده مهم جدا يعني هو فيه لعبة كتير بتبقى عندها امكانيات جسمانية كويسة وامكانيات برضو عقلية بس مهم جدا في الرياضة دي وده صعوبتها وسهولتها في نفس الوقت ان انت زي تقدر تستغل امكانياتك في الوقت المناسب ايه هي الامكانيات بقى المفروض تتوفر في لعب هذه التوافق مهم جدا يعني التوافق ايه عضل عصبي يعني عضل عصبي طبعا لان هي عبارة عن اشارات كلها انت يعني انت في لحظة معانية لازل تكون وصلت في اللحظة دي لو انت فقدت اللحظة دي عشان تحط فيها لمستك بتبقى مشكلة بتبقى اللمسة بتبقى عكسي فهو عنده القدرة دي عنده القدرة يعني بيبقى فاهم وشايف احسن ومع الطول طبعا افتكر بيبقى بيدي له ميزة نسبية مع الاحساس بالمسافة بيبقى افضل طيب عشان نلعب شيش لازم يبقى طوال ولازم يبقى دي لها توافق قعدة لعصبي لا 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 مش لازم يبقى طوال واهم حاجة اللعب يقدر يستغل الامكانيته حتى الاقصر طولا بيعود ده في حاجات تانية هي يعني مش الطول بس هو الطول طبعا ممكن يكون ميزة نسبية بس اذا احسن تستغلاله لو ما احسن تستغلاله ما بيقاش ميزة هي دي فهي بتتوقف على اللعب او اللعبة لعبة الشيش لعبة او لعبة سلاح بصفة عامة لعبة مقفولة على فئة معينة او على طبقة معينة مشتركة مش بنلاقيها منتشرة لا في مراكز الشباب ولا في النوادي المختلفة يعني قد تكون في نوادي اكثر حظا من باقي النوادي التاج صحيح صحيح هو فعلا هي القاعدة قليلة بس هو مع النجاحات الكتير ممكن قطعك وعرف ليه القاعدة قليلة القاعدة قليلة لان اللعبة ادواتها غالية شوية كان زمان دايما يعني احنا ما كانش فيه امكانيات لأدوات غير مثلا من دول معينة في اوروبا فدي بتبقى دايما نخلي حاجة بعد كده بدأ بكون فيه صناعات موجودة في مصر وبدأ تكون فيه استيراد من دول تانية ارخص شوية فبدأت الدنيا تنتشر اكتر احساسي برضو ان مع النجاحات اللي حصلت الحمد لله في الفترة اللي فاتت في الاتحاد الحالي وبداية من الولمبيكس افتكر مع طبعا الدعاء يعني وجودنا في العلام النهاردة واللعيبة موجودة في البرامج افتكر دا حيساعد على ماشر اللعبة لان فعلا السلاح بياش هتطفرة كبيرة جدا جدا وكل ما افتكر دا حيشجع اللعبة انها تشترك في اللعبة بشكل اللعب يعني اللعبين واللعبات احنا من 2018 وحنا في بطولات بشكل رسمي مش كده طيب عايزين نعرف بقى البطولات اللي خدتها والمنافسات بشكل عام كانت عاملة ازاي ايها كنت او بتولا كنت باحنا متوسط في 2018 كنت هنا في مصر كان اخدت اول بعدها كان عندي الافريقية في 2019 و 2020 كنت اخدت ثلاثة فضة ثلاثة فضة ثلاثة فضة بعد كده هي 2020 بقى بطولة 2021 من طولة العالم اللي خدنا فيها اول مع فرق اياني كلها ووسباكستان المنافسات بكون شديدة؟ طبعا يعني اه منافسات اه احنا الحمد لله دلوقتي بدأنا نخش مع الفرق الكبير امريكا وروسيا ودعنا ننفس معهم يعني دلوقتي بعد طولات العالم دي نخش رسلا الصالة كانت بطولة ده مصر وحنلعب مصر معروفين اه خلاص سمعتكم معروفة دلوقتي اه بس فهي ده بقى يعني الحمد لله دخلنا في المنافسات معاهم يا بينا من فرق تقيل يعني الحمد لله احنا ننفس معاهم عظيم اكيد سؤالي مشترك بينك يا كفتا شريف وبينك يا زياد واحنا بنذكر برضو اللي الفقرة كده بنجهز فببص كده لقيت مكتوب زياد نوفا ليودع بطولة الناشئين ومنافسات السيف ببطولة العالم لناشئين السلاح السنة اللي فاتت في 2021 فكرة ان احنا نخرج من دور الستة عشر البطولة اللي بعدها ناخد بطل عالم توافق ازاي في التدريب وتوافق ازاي في المصبرة ان انت يعني ما احبطتش وما قلت لأ يا عمي ده بوازولي اللعب انا مش قادر وانت ازاي برضو حضرتك يا كفتا مؤمن بيه جدا ودعمت بحيث ان هو يقدر يكمل يعني فيه ناس لما لا توفق بتكتفي بهذا قدر وتقول لا انا مش قادر لا ده مش موجود الحمد لله عندنا في السلاح خالص يعني وده احنا بننقله للعيبة من بدري لان هو لازم 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 عشان النجاح ييجي لازم يكون فيه كعبلة ولازم يكون فيه اخفاقات او عدم توفيق مش عايز اقول اخفاق يعني بيبع عدم توفيق وده نورمال وده طبيعي في الرياضة بشكل عام فهما اللعيبة عندها القناعات دي واحنا بنغذيهم بالكلام ده من الاول ومش معنى ان انا لان احنا كمان بيبع عندي منافسات يعني مثلا زياد في بطولة العالم السنة اللي فاتت في الفاردي يعني عمل كويس بس مش طموحه كان عايز يعمل احسن تاني يوم عنده فرق لازم هيلعبه لازم يقدي عشان الفرق وتاني يوم على طول جابه اول فهي هي القصة كده ان انت ما يعني مش معنى ان انا لا موفق ان تاني يوم ألعب وحش لأ ما عندهمش الحمدلله الحتة دي واحنا بنغذيهم بيه وهم مع الوقت كمان لان مع التدريب كمان مع التدريب وبعدين انت بتشوف الجيل الكبير كويس يعني الجيل الكبير او السينير يعني لسه راجعين من بطولة في جورجيا وكانوا جايبين الحمدلله سادس عالم دي اول مرة في التاريخ انها سادس عالم الحمدلله فبالتالي برضو نفس الروح دي بتتنقل للناشئين بتتنقل للسن الاصغر فالاصغر فالاصغر فكله بيطلع عنده نفس الروح والعزيمة والاصرار انه لازم يكسب وانه لو مكسبش في اليوم الاولاني هيكسب في اليوم التاني ولو مكسبش في البطولة دي هيكسب في البطولة اللي بعدها يعني هو ينفع في البطولة واحدة يشارك فردي وجماعي وده اللي بيحصل فعلا وبيبقى عندك النهار دا الفردي تاني يوم بيبقى الفرق بس واضح من كلام حضرتك انه الجماعي عندنا في مصر يمكن متفوقين شوية او اداءهم يعني متماسك نقدر نقول يعني انت قلت ان هو في يوم ادى فردي مش احسن حاجة تاني يوم جماعي اذا كان وضع مختلف هو دي احد نقاط القوى بتاعت المنتخب المصر ان التيم بتاعه العدد التلات العيبة احنا نلعب بتلات العيبة اكتشلي وبيبقى واحد احتياطي التلاتة الحمدلله بيكونوا كويسين جدا للاربعة تحديدا كمان بيكونوا كويسين جدا غير المنتخبات التانية ممكن تلاقي واحد كويس قوي واثنين او ثلاثة ممكن في الافريج او اتنين كويسين احنا الحمدلله عندنا يكون العيبة كلها الحمدلله كويسين بلاس بقى في حاجة يعني وانا يعني دي بتبقى كلمة سر هي روح الروح المصرية يعني دي فعلا احد نقاط القوى عندنا في مصر بشكل غير طبيعي زي ما شوفنا طبعا المنتخب المصر هي نفس القصة دي اللي موجود في المنتخب المصري الكورة هي موجودة في كل رياضات مصر زياد الاتحاد عامل معاك ايه؟ يعني واحد من المشاكل اللي بتبقى بتواجه كتير قوي من الرياضات الفردية ان كتير من الشباب دايما يقولك انا معتبض على نفسي بدور على سبونسر يساعدني اكتر انا المصاريف صعبة جدا وان انا طلوعي المعسكرات ده بيبقى على حسابي والاجهزة على حسابي انا معرفش الوضع عندك ايه؟ ده حقيقي انا مسألك من غير ما بقى عارفة الوضع لكن الاتحاد عندك مقدم ايه وعايز منه ايه تاني يساعدك اكتر بيه؟ الحمد لله الاتحاد يعني موفر لنا الادوات والمعسكرات والحكومات السفر يعني احنا دلوقتي السنة دي احنا الحمد لله الاتحاد مصفرنا كل كسات العامة من تلعبت ان شاء الله فده من ترجعته برضه بمنداليات ما شاء الله قد كده فيعني تستاهلوا تسافلوا الحمد لله الاتحاد يعني موفر لنا كل حاجة تقريبا يعني ان شاء الله وبس فكل السفريات الحمد لله يعني موفر لنا والادوات موجودة وكله والتمارين كمان يعني احنا التمارين بقت خصصاننا حتة مخصصة يعني في الاستاد اتمرنا فيه احنا لوحدنا والحمد لله يعني مش شايفه ما بقصر معاه في حاجة بصراحة الحمد لله طيب هو زياد بيقول ان هو بدأ وعامده خمس سنين ده السن المناسب بالبداية او لا انا شخصين شايفه بدري او لا هو كان بدري سادة تقريبا بس هو علشان حابب فما تداشت له لا انما هو يعتبر بدري سنة بس هو دلوقتي خلاص بقى فيه ادوات للسن الصغير حتى لو اربع سنين خمس سنين مجرد وجوده في قلب الصالة ويشوف اللعيبة وهي بتلعب هم يعني ده برضو بيبقى فايدة للشخص كويس قوي بياهله ان هو يبدأ بقى يحب اللعبة فما فيهاش مشكلة عين فيه رياضات بيبقى لها سن معين علشان نبقى عارفين ان قدامنا ده حيطلع بطل منقول انه ما يتأخرش عن سن كذا احنا قلنا ان زيادة ابتدى خمس سنين صحيح متأخر بقى لغاية سن كام الاطفال تقدر تبتدي عارفين مثلا الجنباز لو تأخر عن سن معين يعني خلاص اربع خمس سن خاصة عشر والله احنا عندنا سن معين بس احنا بنقول احنا بطلاتنا تقريبا بتبدأ من سن 11 سنة فعني لو اللعب بدأ يعني عشر سيني بقى يعني متأخر سنة بس مش قوي لو بدأ 11 هيتأخر شوية فاتوا مرحلة عمرية شوية من البطلات ولكن برضو في نمازج كتير نكحة بدأت سلاح 13 سنة و12 سنة يعني العمر بتاع من 9 سنين ل12 سنة ده بيبقى مراحل انتقالية كده في الرياضات بالنسبة للاطفال بيحاولوا تجربوا اكتر من حاجة ساعت بيزهقوا من الرياضة بيبقوا عايزين فده يعني السن مش بيقى سهل قوي ان الاطفال تلاقي فيه او الشباب الصغارين يعني يلاقوا رياضة مناسبة السلاح بيقولهم اهلا وسهلا تعالوا اكيد اكيد انا عايز اقول لحدك ان هو اي طفل طبيعي عادي خالص من كتر اللي بيشوفه في المسرسلات والحاجات دي لو شاف السلاح هو بيبقى فيه حالة من الحب السريع لللعبة اللعبة بتتحب بسرعة لان هي مختلفة وفيها ميزة ان انت مش كل يوم بتعمل نفس الشيء يعني انا صحيح ممكن اكون بلعب زياد كل يوم بس زياد بيتطور وانا بتطور فادقنا بيختلف فهي بتبام من بره ان احنا بنعمل نفس الحاجة بس الحقيقة لا فيه تطور دايما وبلعب ده مختلف وده بيتطور وانا بتطور فدايما فيه صعوبات وفيه اللي بلعب النهاردة مش هو هو اللي بلعبه بكرة مش نفس الشخص حتى لو هو نفس الشخص بس مش نفس المستوى فده بيدي متعة كبيرة جدا للعيب طيب زياد بس الفوز طبعا المكسب ده حاجة طيب اللعب بيبدأ يكسب الموضوع بيختلف بكل تأكيد زياد يومك بيمشي ازاي يعني في العادي تدريباتك العادية عاملة ازاي ولو دخلين على بطولة بتبقى التدريبات عاملة ازاي الدراسة ولا همدير الدراسة الاثنين يعني لو ما فيش دراسة صبح بروح الفتنس كابتن فتنس يعني وبرجع يدو البيت مثلا اكبر لحاجة بعد كده انزلتين التمرين بالليل سلاح بس وعيد نفس التاع كل يوم كده كل يوم كده ولو عندي يوم بيبقى المنتل بقى المنتل الكورش يعني عشان برضو حتة النفسية برضو مهم قوي يعني في الرياضة يعني لها جزء كبير يعني فيبقى يمرة في الاسبوع ولا حاجة بعد كده بفضل ماشي لدنرة منها في الاسبوع لو في الدراسة بقى يعني صبح بروح مدراسة طبعا بعد كده بروح بالليل تمرين سلاح وجمع والسلاح طبعا بابدأ الروح للفتنس كم ساعة مثلا فتنس في اليوم؟ ساعتين مساعتين ساعتين ونص كم ساعة سلاح؟ سلاح ممكن أربعة كتيرة كابتن؟ يعني هو أفرج ثلاثة تقريبا بس هو طبعا مع البداية مع الفترة اللي بتخلص بها التمليد للستريتشات والحاجات دي ممكن توصل الأربعة وممكن هو بيحسبها بقى ده هو كمان طالع من البيت الساعة كامو تحسب الفترة دي التمليد يحببها زيته بقى هو وقت مخصص لو أعايزة أعرف أنت بتدريس أصلاً كي يا زياد؟ أنا كنت تناشنل لغاية ترمي اللي فات بعد كده السنة قيل بترمي ده أمريكا لما رقيت أن الأمريكا سيبقى أسهل لي مع في جريد كام يعني؟ سلامي عمر؟ سلامي عمر يعني في تانية سنة ويتعريب طيب فكرة بقى تقسيم الوقت خصوصاً إحنا عارفين أن الفترة دي مش بيبقى سهل يعني أن إحنا عندنا دراسة وفي نفس الوقت عندنا تدريبات بتتلكك بالتدريبات بحيث أن أنت تغير شوية من روتينك في الدراسة أو بتقول يعني أنا عندي تدريب أنا مش فاضي ما تضغطوش علي في مذاكرتي ولا لأ أنت عارف كويس جداً أنك مضطر تماماً أنك زي ما بتنجح هنا زي تنجح هنا علشان تقدر تبقى يعني تدخل الحاجة اللي أنت عايزها في المسابق الحمد لله أنا ممكن أعرف أن أنظم وقت شوية يعني وقت الدراسة أنا لو مسافر مثلاً برا وبأخذ معي مثلاً كتب أذكرة لو حتى في الطيارة أو حتى بتخذ معك كتب أذكرة أو حتى أنا قاعد في أودا مالش حاجة زياد بتخذ معك كتب فعلاً؟ آه ماشي نسأل معي فروضة آه فبس كتب بعد أذكر أو أوقات الفاضية يعني عندي إذا عندي بتحنات لو عنديش يعني كده فعبطان نجرأ الناس أقول كده طيب بيت ماشريف إزاي نشجع الناس يعني إزاي نشجع الشباب والأطفال أن هما يدخلوا في لعبة زي دي وأعتقد أن تحضيراتها وتجهيزاتها ما تبقاش سهلة خصوصاً لو بنعد باطل أوليم والله هو يعني بالنسبة للاتحاد هو يعني مدعم النهاردة بالنتائج وبالميديا اللي بتحصل والنتائج المحترمة اللي بتحصل دي أفتكر ده المفروض إعلامياً يشجع والناس يشوف ده فبالتالي أفتكر اشتراكهم في الرياضة يبقى أكتر شوي تاني حاجة أنا بتمني أن الرياضة تنتشر في بعض الهيئات يعني فيه هيئات كتير جداً كويسة جداً وتقدر تصرف كمان عن اللعبة كويس لسه ما دخلتهاش في الرياضة نتمنى أنها تخشها رياضة السلاح لأن تستحق دلوقتي الرياضة السلاح أنها تخش كل أندية مصر أكيد كابتن عايزي أسألك على حاجة احنا عارفين أن احنا دلوقتي يمكن من كتر التعرض لشاشات التليفزيون وشاشات الكمبيوتر والموبايلز بقى عندنا جيل من الأطفال يمكن عنده فرطة حركة وتشتت وعدم قدرة على التركيز رياضة السلاح بصفة عامة بتحتاج تركيز شديد جداً هل نقدر نقول أن واحد من الحاجات اللي ممكن تساعد الأطفال دي على أنها تركز وأنها تقدر تشوف مجال تاني تطلع في طاقتها أنها تيجي لرياضة السلاح ولا لا احنا بنقول أن احنا محتاجين شخص أصلاً عنده القدرة على التركيز جداً فهو محتاج شخص زوم وصفات خاصة هو بالنسبة للموضوع الموبايلات طبعاً هي فعلاً بتشتت اللعيبة كويس بس هو في السلاح رياضة مناسبة جداً لأنه ما ينفعش تلعبها وأنت مشتت يعني هو أنت غصب عنك عشان تقدر توصل للتارجت بتاع اللعيب اللي قدامك لازم تبقى مركز ولازم تكون شايف كويس فهي اللعبة بتجبرك على ده أصل زيادة هو هو بيتكلم بيقول كان عنده شهد لي وأنت بتسأله تدريبات منتل آه ده حقيقي فأنا عارفة التدريبات الفتنس وعارفة التدريبات البدنية ولكن المنتل دي بتعمله إيه؟ التدريبات العقلية دي بتبقى مهمة جداً لأن بتعلم اللعب بطولز معينة يقدر يستخدمها لما يحتاجها بمعنى أن أنت حينما ممكن تلعب بطولة ويبقى عندك توطر زايد عن اللزوم التوتر الزايد ده بحكم أن لعبتنا عبارة عن إشارات عصبية كتير قوي فبالتالي ممكن تأثر على جودة أدائك فبالتالي بتحتاج أن أنت تعمل تهدي السترس ده توصله الليفل معيني بقى في الأفرج بتاعك اللي هو لأن ما فيش حد هيلعب بطولة بدون السترس ده ولكن هي بتعلمك بعض التولز تتعامل زي مع بعض المواقف فإن أنت برضو يبقى عندك إصارة مثلاً بجمهور معينة يعني أنت بتلعب لعب في بلده مثلاً ففيه جمهور كبير جداً بيشجع اللعب ده فأنت إزاي تعمل حالة من الفصل والعزل لنفسك ويبقى تركيزك في الموتش أعلى دي كلها تولز بيتعلمها من الدكتور بتاع المنتل إزاي تعامل في المواقف دي دي مهمة جداً لللعب لأن اللعبة مهمة جداً فيها التوازن العقلي ده مهمة جداً كمان النفسي مطلوب جداً في اللعبة دي إزاي اللعب يكون خسران وفجأة يعوض وإنه يكسب ويرجع تاني للمقرأة أعتقد ده صعب هي دي صعوبتها ومتعتها في نفس الوقت إن أنت مجرد ما تغير في التكتك بتاعك ممكن الموتش يتغير بعد ما كنت أنت خسران تبقى كسبان وممكن لو لعب له قدامة تغير الموتش بيبدأ هو يكسب تبدأ أنت تغير عشان تقدر تشوف هو غير إيه فأنت تبدأ تغير في التكتك بتاعك فهو جيم عقلي ما بين اللعب وزميله طول المباراة ما بيحصلش تدخل من المدرب يا كابتن يعني مثلاً في الرياضات القتالية والاشتباك بيبقى الاثنين اللعيبة بيلعبوا على الأرض وفي حد بيعمل له كوتشينج من بره هاجم إيدك رجلك يعني بيبقى فيه توجيهات كده أنا مش عارفة ده متاح في السلاح ولا؟ بيحصل في السلاح بس ليه تايم معين يعني وإحنا الموتش بيبقى خروج المغلوب بيبقى 15 لمسة عند التمانية بيحصل ديئة بريك الديئة دي اللاعب فيها بيهدى شوية بيشرب حاجة يعني سريعاً كده وبيحصل حوار ما بينه وبين المدرب اللي معاه ففي اللحظة دي المفروض المدرب بيعمله أناليسيس لللمسات اللي حصلت ويبدأ يوجهه ايه المفروض يتم أو يسمع من اللاعب مشكلته فين يعني عنده مشكلة في ايه معين وبيبدأ انه يتعمل يعني بيحصل حوار في أقل من 30 ثانية طيب بزياد بتفكر في ايه ايه اللي جاي بالجاهز نفسك لإيه؟ عندنا هنا بطورة عالم إن شاء الله في كمان شاء الله أربعة اللي جاي ده والله على طول كده أربعة اه إن شاء الله دبي أبدأها إن شاء الله أنت وزميلك بإذن الله إن شاء الله فعلاً ده تارجت بتاعها طبعاً تارجت الكبير بقى خالص هي الأوليمبيكس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله متوقعين أنه نحن دعنا نعمل حاجة محترمة في الأوليموت الحمد لله إحنا أول العالم فردي يعني إحنا الرنك الأول على العالم هو مصري اسمه اللعب أدهم معتز ومصر الفريق بتاع زياد هو برضو يعتبر الأول على العالم في الرنك العالمي فإحنا إحنا يعني إحنا رايحين عشان ندفع عن اللقب المفروض إن شاء الله بإذن الله والبطورة بتاعتنا زي ما إحنا متعودين كل التوفيق لحضراتكو الكابتن شريف والزياد والكل زملاء زياد وإحنا فخورين بيكم الحياة وربنا معاكم إن شاء الله في اللي جاي طبعا بنشكر كابتن شريف البكري المدير الفاني منتخب مصر لسلاح السيف وزياد نوفة للحاصة العالم ميداليا الزهبية في بطولة العالم للسلاح الأخيرة شكرا نجزيني لكم شرفتنا ونوارتو شكرا نجزيني لكم شكرا شكرا نجزيني لكم شكرا نتشاهدينا خلينات دلوقتي نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم نكلم الباقي وفقراتنا وأخبارنا خليكوا معنا